ومن تونس ينضم إلينا مراسل غد ياسر دبابش ياسر إذا المظاهرات تأتي بالتزامن مع تحذيرات البنك الدولي إلى أين يسير الوضع اقتصادياً وماذا ننتظر من الشارع اليوم؟ كوثر ربما الوضع الاقتصادي عرف للجميع إلى أين يسير ربما إنجاز التعبير إلى الهاوية بعد عشر سنوات من ثورة أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي بقيت المشكلة الاقتصادية والاجتماعية ونفس التحديات تواجه الحكومات المتعاقبة بعد ثورة الياسمين هذه الأزمة تزداد عمقاً وتزداد صعوبة في إيجاد حلول لها سيما مع جائحة كورونا هناك الآلاف من الموظفين تم تسريحهم من أعمالهم ووظائفهم وكذلك ما تتخذه السلطات من إجراءات للحجر الصحي بمقتضاه يتم تعطيل العديد من المؤسسات العاملة والأماكن الحيوية بكل الأحوال تحدث به صندوق النقد الدولي من توصيات لتونس حول التحكم في رواتب الموظفين على الأرجح ربما في نصيحة غير مباشرة إلى عدم الزيادة على وقع احتجاجات شعبية ومطالب نقابية عدة في عدة قطاعات للمطالبة بزيادة رواتب العاملين هذا من شأنه أن يؤثر على الوضع العام ككل ونحن نتحدث اليوم عن دعوة لتقريباً ثمانية أحزاب سياسية تونسية جلها من التيار اليساري دعت إلى مسيرة في شرع الحبيب بورغيبة وسط العاصمة التونسية للتجديد على أهمية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والتنمية بالمناطق الريفية وحل مشكلة البطالة وغلاء الأسعار وغيرها من المشاكل الكثيرة التي تواجه المواطن التونسي في حياته اليومية كذلك هذه المسيرة ستأتي في ظل ما تم الإعلان عنه رفض ما عرف بسياسة القمع التي تنتهجها السلطات في مواجهة المحتجين لكن هنا دعينا نذكر كوثر بأن الاحتجاجات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية تقريباً في ست محافظات تونسية شهدت معظمها أعمال عنف وتكسير وأحياناً أيضاً نهب لعدد من المنشآت ما استدعى قوات الأمن إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى في صفوفها ولسيما أيضاً من تواجدها قرب المنشآت الحيوية والحساسة سيما مع تجدد الدعوات للتظاهر في تونس واليوم هذه الدعوة تأتي طبعاً بعد 48 ساعة من الهدوء شبه التام التي شهدته مناطق متفرقة من البلاد لا تعقي برسمي حتى هذه اللحظة من السلطات التونسية الرسمية باستثناء كان هناك حديث لرئيس الوزراء هشام المشيشي دعا فيه إلى فقط أن يكون باحتجاجات سلمية وأيضاً دعا إلى عدم انتهاج العنف وطالب بين الشارع ربما انجاز الوصف الهدوء نوعاً ما اشتركوا في القناة